الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن الله أكبر أشهد أن الله أكبر أشهد أن الله أكبر أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن أشهد أن محمد الرسول أشهد أن ما أشهد أن لا أشهد أن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله الذي جعل الصلاة أعدم شرائع الإسلام ووعد من حافظ عليها بالثواب الجزيل في الدنيا وفي دار السلام وأوعد من ضيعها بالعقوبات المتنوعة والآلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له زل جلال والإكرام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد واجتهدوا في حذور القلب والخشوع للملك المعبود عباد الله إياكم والالتفات فإنه نقصٌ واختلاسٌ من الشيطان واحذروا كثرة الحركة فإنها موجبةٌ للخلل والنقسان وإياكم ورفع البصر وإقاء كإقاء الكلب في القود ولا تفترشوا الزراعين ومكنوا الأعداء السبعة في السجود ولا تضعوا اليدين على الخاصرة أو تتمايلوا تمايل اليهود ولا تستقبلوا أو تستصحبوا ما يشغلوا ويلهي ولا تمسهوا الجباح ومواضع السجود فإن كان لابد فواحدة تكفي ولا تسابقوا الإمام فمن سابق إمامه فلا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى ولا بالنبي اهتدى وإذا ركع الإمام فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع الإمام فارفعوا واقتدوا بإمامكم ولا تتقدموا عليه ولا تتأخروا وإذا قرأ القرآن جهرة فاستمعوا له وأنستوا وإياكم والمرور بين يدي المصلين فمن فعل ذلك فهو من الآثمين الظالمين ومن أراد أن يمر بين يدي أحدكم فليدافعه فإن معه القرين يريد أن يؤثم الفائل وينقس عجر المصلين فإن مر بين يدي المصل حمار أو مرأة أو كلب أسود بطلة الصلاة إلا لمن هو وراء السترة أو مع الإمام فإن سترته سترة لمن خلفه وهذا من فوائد الجماعات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله الحمد لله ومن كان حاقنا أو محتاجا إلى طعام أو غيره فليذهب لحاجته فإن أدرك الجماع وإلا فقد تم أجره بنيته وعذره وراحته ومن جاء والإمام راكع فليكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم فمن كبرها أو أكملها وهو يهوي فصلاته باطلة وهو آثم ومن فاته شيء من الصلاة من الصلاة مع الإمام فلا يستعجل بالقيام لقداء ما فاته قبل التقميل السلام وذلك لوجوب الاقتداء والإتمام فمن حافد على الصلاة وأكملها قبلت منه وصعدت إلى الله ولها نور وبرهان ومن أخلى بها ضرب بها وجه صاحبها وآلت إلى البطلان أو النقسان كيف تهون عليك صلاتك وهي رأس مالك وبها يصح الإيمان كيف تقدم عليها حزوز النفس وهي أكبر حظ لمن وفق إلى الإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله القانتين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم من أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمن متمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا واكشف كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كل ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب تنو بي ألاي أم بي ألا تنو كا ولي نو من دو خطو بي أبنا كما سالي دي سالي ما تشاو مبالا أتنيا دو سالي يجو يرو بلي 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 باي داننيا كوفي نو دي كا فو على كلم دي ني باتو كا فنوير تي ني باتو كا ني الات ني كا فو محمد يالك كما أنت ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر